صحيح البخاري لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري فحضرها هتسأل ايه اللي موجود والقرفف مليانة بصحيح البخاري اه اقول لسي الحديث نقهم لمعبئين ثم اربعة ثم تمام صحيح البخاري لو كان موجودا اللي هو ينسب لجمعة ابو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري المولود بمدينة بخارة خارسان الكبرى اللي هي حاليا دولة اسبكستان هذا الرجل كان كفيفا لا يجيد العربية جاء بعد وفاة الرسول عليه السلام بمائتي عام البخاري رحمه الله في تراجمها العجب العجاب من استنباط المعاني ولكن غاية احدهم من الجهل الذي فضحه الله به انه في لقاء تلفزيوني كان مبتدأ تصحيح البخاري اراد ان يصحح اسم البخاري يقول هذا الكتاب ليس مصنفه اسمه البخاري هذا الكتاب اسم مصنفه جمعة محمد اسماعيل ينسب لجمعة ابو عبدالله محمد ابن اسم لانه مكتوب عليه جمعه محمد ابن اسماعيل هكذا الجهل يا اخوان هكذا الجهل لكن هذا الجهل يبين الواجب علينا بأن الواجب على طلبة العلم ان يتزودوا من العلم الاصيل وان يحرصوا عليه وان يمتلئوا منه ان يبينوا للناس دينهم وان يدبوا عن حياضه وان يكونوا مجاهدين لله في ازمنة الفترة اشتركوا في القناة